أهلاً وسهلاً بحضرككم يعني الدهب زينة وخزينة وحفظناها وكررناها لكن لا يفتوى مالك في المدينة بجد أسعار الدهب بتغلى جداً مش فاهمين نعمل إيه نتعامل إزاي نشتري ما نشتريش إيه رأيك واخد الخبر اليقين مع يعني رئيس شعبة الدهب أساساً في الغرف التجارية معنا المهندس هاني ميلاد أهلاً بيك يا مش مهندس هاني أهلاً بيك يا أستاذة أنا أي موضوع في الدهب أقول لحضرتك على طول الله يخليه إيه الأسعار اللي أنا شايفيني ليه بص الحقيقة إحنا بأننا تقريباً ثلاث سنين كده بنمر بظروف العالم كله بيمر بظروف استثنائية ابتداء من الكورونا 2020 واتباعاً بقى للحروب والنزاعات روسيا وأوكرانيا الشرق الأوسط النزاعات موجودة في العالم بصفة عامة وكل دي حاجات بتدفع بأسهم الدهب للارتفاع فإحنا شاهدنا في 2020 أغسطس 2020 تقريباً ارتفاع كان وصل الدهب فيه عالمياً طبعاً أنا بتكلم لـ 2070 دولار للوقية وده كان رقم غير مسبوق على المستوى العالمي طبعاً كان بيدعوا ارتفاع في السوق المحلي لأن أنت بتتعملي في خامة أو معدن عالمي يعني زي عملة عالمية بتمعترب بها في كل أنحاء العالم وسعرها يعتبر مصعر عالمياً مفترض أنه موحد بس كنا نشوف اختلافات في الأسعار من برد جوه يا دكتور يعني يا باش موانزي الحقيقة وده كانش بنسبالنا شيء مثير للاهتمام جداً ليه لسعر الدهب بره في العالم حاجة وعندنا في مصر كنا نشوف أرقام هو بقى ده تغير ما بين ظروف اقتصادية الدولة والدولة والعدة عوامل تاني يعني احنا بيأثر في سعر الدهب نمرة واحد سعر الدهب عالمية نمرة اثنين سعر صرف الدرار للجنيه المصري لأنه السعر أساساً عالمياً مقاوم بالدولار فعلى الشاشة العالمية هو سعره بالدولار فلازم بالتالي تبعية لما تيجي الترجمين في السوق المحلي نترجمه للجنيه يبقى بالدولار طبعاً سعيتها بيكون الدولار إذا فيه تفاوت ما بين السعر الموجود في البنك وإذا السعر الموجود في السوق الحر اللي بره عموماً احنا بصفة عامة يعني هو السعر المتداول بالإضافة بقى القوى العرض والطلب دي بقى مؤسرة جداً لأن احنا جينا في فطرة على المستوى المحلي بقى فيه وعي تحوطي بقى فيه نمط شرائي للدهب غير الاعتيادي اللي هو للزينة والجواز وبتاع لا بقى فيه بقى وعي ادخاري استثماري تحوطي ناحية أنه الناس إزاي تستفيد أو تحافظ على القيمة الشرائية للجنيه بتاعها للفلوس بتاعتها فالناس بايت بيتلجأ للدهب طب أنت لما الناس بتسألك الحقيقة بش مهندس يعني نشتري ولا ما نشتريش نبيع ولا ما نبيعش احنا شايفين أن فيه جرامات للدهب وصلت لتلات تلاف جنيه وعطت سعر الجنيه الدهب وصل لرقم كبير جدا بترد على الناس تقول لهم ايه بصي على مراحل كتيرة احنا كنا بنقول قواعد سبتة القواعد السبتة بتقول ايه إن أنا أشتري في الوقت اللي السعر فيه مخافض ومخافش لأن الدهب ما بيغزيش حد الدهب على مدار السنوات طويلة هو حافظ للقيمة هو مخزون قيمة حاجة يعني لما التجبيه الشعب اللي يقولك ده زي الجنيه الدهب أو ده يعني ده دهب فهو متعارف إنه قيمته فيه وحافظ لقيمته وبيزيد وبيكسب وبالتالي فشراءه في الأوقات اللي هي بتبقى الأسعار فيها مخافضة ده طبعا مفضل جدا يعني أفضل الأحوال بس إحنا دلوقتي الأسعار تقريبا نتقل عليها مرتفعة إلا إنه آه بقى الارتفاع يعني بيبقى شوية فيه محتاج حذر شوية أو انتباه أو في نفس الوقت لازم نحط بعض المقاومات اللي حوالين بقى القصة طب وهو مرتفع ده هل فيه احتمالات أخرى للزيادة ولا لا هنلاقي في الحجبة بقى اللي احنا فيها شوية مؤشرات برضو تانية تنبئ بالزيادة في السعر يعني المتوقع للدهب بناء على كل المؤشرات اللي موجودة ولحضرتك قلت علي أن احنا بنحدد بناء على كذا وكذا وكذا ممكن يا على الدهب طب الناس اللي بتحب إنها تخلي خزينة حضرتك تنصحها إنها تشتري دلوقتي وإذا اشترت تشتري الدهب السبايك مثلا والجرامات ولا تشتري الزينة العادية وتبقى برضو بتستثمر فيها بصي ده هيتوقف على احتياجات الناس يعني بصي هو في الآخر دهب فأنهي صورة هل هو في صورة يعني مشغولات ولبس والناس تمستمتع به وتستفيد به ولا هو بقى عايز يقفل عليه في الدولاب ويركنه اللي بيحارب مكاسب أكتر هو اللي بيتقفل عليه في الدولاب ويترك اللي بتاني بقى فيه مصنعية وأرقام تانية دمغة وضرائب وحاجات كتيرة كده يعني فبيبقى سعره مختلف عن سعر الدهب المش مصنوع القيمة المصنعية ما بتبقاش مؤسرة بطريقة قوية لدرجة يعني هو النهاردة لو قلتين انت بتلبسي حاجة أو تشتري حاجة للاستخدام فأنتي القيمة بتاعت المصنعية دي اللي هتخليكي أو اللي استخدمتيها اللي هتتيح استخدامها أعتبر نفسك أن دي فلوس الاستخدام يعني لكن في الآخر هتلاقي ده حافظ القيمة وده حافظ القيمة والله يعني هو حطوا في دماغه كده بقى طب إحنا عندنا أعيارة كتيرة للدهب وحتى الأعيارة المخافضة بدأت تنتشر بس هل في معيار يعني عيار أفضل من عيار تنصح بي قطر للنس لما تيجي تتعامل حتى لو مشغولات دهبية؟ بوسي هي العيارات كلها من معامل واحد وسعر واحد اللي بيفرق في أسعار العيارات هو قيمة الدهب النقي جواه يعني لو أنا عايزة منه أبقى عندي زينة ويبقى في نفس الوقت محافظة على فلوسي ألجأ للعيارات الأكبر يعني عيار واحد وعشرين عيار ربعة وعشرين جدأ منه وبعده الـ 18 هو هيبقى وإنتي بتشتري سعره مناسب لعياره لكن هو في الأزواء وفي الفاشن وفي التشكيل عيار 18 بيبقى الأجمل والأحلى واللي التشكيل فيه اللي قبل التشكيله أحسن آه فبالتالي كزوق بقى وكفاشن لا هتضطر تشتري 18 ما تشتري ستات بصراحة طيب بدأت الناس تلجأ دلوقتي للدهب المستعمل إنها تشتري دهب مستعمل اللي هو يعني المصوغات المستعملة والحقيقة أنا بدأت أشوف كتير جدا حتى ناس على السوشيال ميديا والفيسبوك بيعملوا صفحات ينزلوا فيها دهب مستعمل ودي حاجة عظيمة ومش عارفة إيه والسعر كذا فإنت إيه رأيك في الموضوع ده بصراحة دي حاجة خطيرة جدا ظاهرة خطيرة أنا بحذر منها الناس وكويس إن حضرتك أسرتيها لأنه مش أحسن حاجة إن أنا أجري وراء عروض تبدو في شكلها إنها مجرية وفي الآخر ممكن لقدر الله يتورط الناس في مشاكل كتير عملية نصبه مثلا إنما يطلعش دهب حياتي آه بقى أنا ممكن أتعرض لكذا حاجة عيار مش مطابق في حاجة مخشوش فيها حاجة مسروقة وتتعرض للبيع بسعر رخيء سيبه منفز سوري للسرق للعمل في إنه يبيع وعلى اعتبار إنه هو بيبيع بسعر رخيء فأنت بتشارك في الجريمة وإنت مش عارف فده بقى هتسبب مشكلة كبيرة فإحنا حذرنا بكتير قوي من موضوع السوشيال ميديا ومن موضوع زيرو مصنعية وموضوع مش عارف إيه كلها حاجات بتبقى شكلها حلوة لكن أنت بتشتري حاجة بفلوس كتيرك فحافظي على فلوس يدافع إن أنت تشتريه من مكان ما وسوق بتشتري بفاتورة عارفة أنت بتشتري إيه ليك يراجع للراجل اللي اشتريتي منه للمحل ومش هيعزل مش هيمشي أي مشكلة حاجة بعض طبعا محل يبقى ترخيص يبقى حاجة صحيحة ما هياش حاجة مسروقة يعني منه إنك عارف إن ده مش مخشوش ومش مسروق كان موضوع لازم نقف قدامه بش مهندس هاني إحنا دايما بكون سعيدة بردك على أسئلتنا وسعيدين جدا بك في حديث القاهرة هنا يعني انتبهوا لكل كلمة قالها المهندس هاني ميلاد رئيس شعبت الدهب للورفة التجارية لأنه زي ما قلنا خبير واشكورك جدا ونورتنا في حديث القاهرة شكرا لك يا أستاذة شكرا فاصل وبعدها حنتقابل مع فقرة أخرى من فقرات حديث القاهرة في الركن التاني حنشوف مع بعض أهم الأخبار اللي اهتميتوا بها بعد الفاصل